يعني بداية شكرا جزيلا لقناتكم وتحية لمشاهديكم جميعا ورمضان كريم على الجميع يعني من المؤكد أن هناك بعض الأخبار المغلقة التي وصلتنا من وزارة الصحة هي زيادة عدد الإصابات وعدم الالتزام بالحضر عدم الالتزام المواطنين بتعليمات الوقاية الصحية والالتزام بهذه التعليمات وكذلك خلي نقول عدم الالتزامات بالمسافات وسياسة التباعد الاجتماعي بين المواطنين كل هذه أدت إلى زيادة أعداد الإصابات في الأيام الأخيرة وبالتالي أنت تعرف أن المصاب هو ما يكون وحيدا المصاب أكيد يكون ضمن عائلة وضمن أصدقاء وضمن منطقة فيأكيد راح تكون عنده كل مصاب واحد فرد واحد لديه العديد من أعداد الملامسين والمشتبه بهم لهذا كانت الأعداد كبيرة جدا بدأت وزارة الصحة تقلق من هذا الموضوع بدأت وزارة الصحة تفقد في بداية فقدانها لزمام السيطرة على هذا الموضوع أصبع هناك مصابين ومشتبهين وملامسين أعدادهم بالآلاف بالتالي نخشى من زيادة أكثر لهذه الإصابات وبالتالي يجب علينا أن نتصرف أن يكون لدينا هناك ردة فعل لهذا الموضوع لا لدينا أي شيء أمانة ضد الكورونا فيروس ما دام لغاية الآن لم نصنع أو لم نكتشف العلاج واللقاح الشافي من هذا المرض ليس لدينا تصرف أو ليس لدينا أي إمكانية لصد هذا الفيروس سوى الحظر والتزام بالحظر الصحي والتعليمات الوقاية والتعليمات التعقيم والتباعد الاجتماعي بصراحة هناك الكثير من أكثر من سيناريو للتصدينا لهذا الموضوع هناك أكثر من طريقة وأكثر من خطة يعني ممكن في لجنة خلية الأزمة ووزارة الصحة لن نتبعها يعني لدينا خلال يومين إن شاء الله في خلية الأزمة النيابية استضافة للسيد وزير الصحة ووكلاء وزارة الصحة للاجتماع بهم والتعرف على وجهة نظرهم والتعرف على إجراءاتهم والتعرف على خطة وزارة الصحة الجديدة لمواجهة الكورونا فيروس هناك بعض سيناريو لإجراء حظر شامل حظر التجوال شامل مثل اللي أجريناه بالأيام الأولى للكورونا فيروس هناك أيضا سيناريو لحجر مناطقي أو حجر محافظات معينة أو يعني بعض الأفكار الأخرى الأفكار العلمية والطرق العلمية الأخرى لتقييد العدوى وتقييد انتشار المرض إن شاء الله راح نقيم الحالة خلال أسبوع نقوم بإجراء تقييم شامل للحالة خلال أسبوع واحد ومن ثم خلي نقول نستقر على أحدى هذه السيناريوهات بعون الله يعني هي بأمانة وبكل وساطة أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع عداد الإصابات مرة ثانية هو عدم التزام المواطن بحظر التجوال والحظر الصحي بالإضافة إلى عدم الالتزام بلبس الكمامة من قبل المواطن وإجراءات التباعد التباعد الاجتماعي يعني التباعد الاجتماعي فد موضوع كلش مهم يمكن أهم موضوعين بمواضيع الوقاية بالنسبة للمواطنين الرجاء الالتزام بها هو لبس الكمامة وكذلك سياسة التباعد الاجتماعي يعني للأمانة إذا ما توصلنا أو ما توصل العلماء في كل دول العالم إلى لقاح وعلاد شافي للكورونا فيروس هذا معناه أنه كل حياتنا راح تتغير لازم أنه يكون التزام بسياسة التباعد الاجتماعي في المدارس في الجامعات في الدوائر الطيران راح يتغير كل الإجراءات الصحية بالعالم راح تتغير يعني نظرا أو نتيجة لسياسة التباعد الاجتماعي اللي لازم نحققها حتى نكون بأمان من الكورونا فيروس بسبب عدم التزام المواطنين بهذه السياسة وبالتعليمات وبالحظر هذا أدى بكل بساطة إلى ارتفاع موجة ثانية من الارتفاع في أعداد الإصابات بالكورونا فيروس بالتالي يمكن أهم شغل فيها لازم نسويها حتى نواجه هذا الارتفاع ونواجه أو نكسر سلسلة العدوى بين المواطنين والحظر الشامل وندعو المواطن إلى الالتزام بالتعليمات الوقاية كلها والله في هذه الفترة يعني خلال هذه الفترة حاليا أي عملية إعادة لفتح المنافذ الحدودية أو المطارات بشكل كامل هي عملية خاطئة صحيا وطبيا وأنا أحذر كل المسؤولين وحذر رئيس الوزراء والدولة كلها من عملية فتح المنافذ الحدودية والمطارات بشكل كامل وممكن أن يكون هناك بعض الاستثناءات الخاصة مثل ما نعمل بها سابقا لبعض البضائع أو بعض الوفود الدبلوماسية لكن أكرر عملية فتح المنافذ الحدودية والمطارات بشكل كامل هذه عملية خاطئة جدا علميا وطبيا وراح تؤدي إلى حدوث كارثة داخل العراق ويتحمل مسؤوليتها كل من سيوافق على عملية فتح هذه المطارات وهذه المنافذ الحدودية شكرا للمشاهدة